انا قررت اعمل عملية تخسيس. بجد. دي عملية خطيرة يا ابني. لا في ناس بتقول ان هي مش عملية خطيرة ولا حاجة. ده في ناس بتقول ان العملية دي سهلة جدا. ويعني هتغمض عينك. هتفتح عينك. تلاقي نفسك خسيت كتير. ده فين ده ولا ازاي ده ولا ايه يعني. هيي ايو انت عايز تبقى رشيك تبقى رشيك يعني اشترك في القناة. بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير اهلا بكم على قناتكم وعلى صفحتكم لو نفسك تخس. والفيديوهات التشجيعية الحماسية اليومية اللي انت لو شايف انها مهمة ما تنساش تضغط لايق قوي. وكمان لو لسه مشتركش في القناة فانزل يا بطل اشترك في القناة علشان تكون واحد من ابطال ومن عائلة لو نفسك تخس اكبر عائلة رشيقة في الوطن العربي وكمان في العالم. ما اسهل حاجة يعني اسهل حاجة علينا كده ان احنا ناخد قرار ان احنا ناخد نعمل عملية ندوس على زرار كده طالما انا الفلوس العملية في جيبي فانا هروح اعمل عملية وخلاص هاصحى من النوم هلاقي نفسي خاسس على اقل يعني خلاص يعني هكبر نفسي ان انا هخس والكلام ده كله. دي اكبر غلط ممكن تعمله في حياتك. ده اكتر قرار غلط ممكن تاخده في حياتك. قرار ان انت تعمل عملية زي هذه العمليات للأسف الشديد للأسف الشديد من واقع التجارب اما ان انت هتفضل تعاني طول عمرك من مشاكل صحية او ان انت هتفضل تعاني طول عمرك ان انت مش عارف تاكل او ان انت هترجع تاني لوزن زيادة ومش هتبقى عارف اصلا تخس لاني عندك مشكلة. ويوم ما تكرر تعمل عملية تانية بيبقى الموضوع صعب والتكلفة اكتر وهكذا. هيطلع لي واحد يقول لي ما انا عملتها والحمد لله ربنا انقذني من المرض وهكذا. ما تعممش الموضوع على كل الناس. في حالات مرضية تستدعي العملية مش كل الناس. في حالات او حالات حرجة زي اي حاجة. ما ينفعش ان انا قلبي شوية فيه كهربا زيادة. اروح اقايل والله بصوا. انا هروح اغير قلبي. واجيب واحد جديد مسلا. ما ينفعش. لا. ابتدي اشوف ايه المشكلة. لا المشكلة دي بتيجي من الضغوط النفسية. من الضغوط العصبية. طيب رايح نفسك شوية. ما تتكلمش كتير. ما تعملش كزا. تبتدي تمشي على توصيات. علشان خاطر ان انت تصبت ده. ما ينفعش ان انا دماغي تصدع شوية اروح اغير دماغي. ما ينفعش الكلام ده. وهكذا. الموضوع كله سلوك. سلوك فعلا سلوك. مش سلوك يعني سلك. لا سلوك يعني سلوكيات بتاعة الناس. السلوكيات دي لو اتغيرت. هيتتبعها هيبقى تغيير المعدة وهكذا. لازم تعرف ان انت لو مشيت على النظام لو نفسك تخسل مدة اسبوعين انت عملت عملية تكميم وتصغير معدة مجاني. وفي البيت. يعني لو احنا عملنا عنوان للفيديو ده. كيف تقوم بعمل عملية تكميم في المنزل بشكل مجاني? هو ان انت تمشي على نظام لو نفسك تخسل مدة اسبوعين. اسبوعين على اي بقى نظام المسابقات للانظمة السابتة اللي انت عايزه. اسبوعين بالضبط. وانا اتحداك ان انت لو ممشيتش لو مشيت على النظام ده وملقتش تغيير في حجم المعدة. طب انا هعرف ازاي وانا هخش هيسها يعني يا بشبهندس. ببساطة جديدة قيس اكلك كمية اكلك الحالية دلوقتي لغاية ما تحس ان انت شبعان وقيس كمية اكلك بعد ما تمشي على النظام باسبوعين. هتلاقي ان انت مش قادر تهب. هتلاقي ان كتير من الناس هتكتب ده في التعليقات. يقول لك فعلا لو الله حصل معنا كده ان احنا اصلا مع الفري ما بنقدرش ناكل زي زمان. وكل مرة اكلنا بيقل. اللي بقى هيبقى يقول لك لا لا انا حاسس ما فيش تغيير. الشخص اللي بيضغط على نفسه في اليوم المفتوح. يعني في ناس للأسف الشديد بتضغط على نفسها في اليوم المفتوح. فاللي هي فضلت بعدتها تديقه طول الاسبوع. يجي في اليوم المفتوح. يقعد يضغط ويوسع تاني في حجم المعدة. ويلاقي ان ما فيش اي تغيير في حجم المعدة. وبمجرد ان هو بيبتدي ان هو يبطل النظام الغذائي. تلاقي للأسف الشديد. للأسف الشديد. وزنه يرجع يزيد تاني لان بيأكل كميات كبيرة. المعدة بكل بساطة كده هي يعني عبارة عن الوعاء. الوعاء اللي بيتميلي اكل. فلما بيتميلي اكل ده كمية الصعرات زي التانك كده زي الشنطة بتاعتك. لو انا ماسك شنطة وداخل البنك وقال لي خد الفلوس اللي انت عايزها. لو انا معي شنطة كبيرة هاخد فلوس اكتر. لو معي اكبر هاخد اكتر. ولو معي اصغر هاخد في شوية فلوس اصغر وهكذا. فهو ده بالزبط اللي بيحصل معانا. ان معدتنا مع الوقت تبتلي توسع 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 توسع. ففي ناس بقى بتاخد قرار يقول لك بص انا ايه هروح اصغر معدتي او اقص معدتي او ان انا قملى المعدة بمادة كده ومش عارف ايه والكلام ده كله كلام يعني انا بعتبره ان هو يعني تجارب على الانسان خطيرة جدا. انصح الناس ان هي ما تدخلش فيها. وارجوكم ادعموا الفيديو ده لان النوع ده من الفيديوهات بيدايق ناس كتير فرجاء ادعموا هذا المحتوى او هذا الفيديو علشان احنا بنحضر الناس من هذه العمليات واللي استسهال فيها. قلنا ان العمليات في الحالات الحرجة اللي بتنقص بها حياة الانسان. لكن غير كده لأ. غير كده اوعى تعمل كده. غير كده اوعى تفكر ان العملية دي حاجة سهلة. اوعى تعمل كده. طب يا مش ما انس ايه رأيك بقى في الحاجات اللي هي بلونت المعدة والكلام ده كله ما لهاش اي ستيل لازمة يعني انت بتدفع فلوس بس على الفاضي. طب ايه رأيك في جلسات الحاجات والدهون والتكسير الدهون والكلام ده كله? هقول لك اوعى تعمل ده واوعى تصرف جنيه اصلا في الحاجات دي لاني انت عندك كمية دهون. الدهون دي هتنزل بفرق السعرات اللي انت بتعمله خلال النظام الغذائي. يعني جسمك محتاج الفين سعر حراري عشان الحركة وعلشان الاجهزة الحيوية اللي جوه فحضرتك انت بتاخد الالفين دول في صورة غذاء. طب لما انا قل على الالفين دول. يبتدي الجسم ياخد من الدهون المتخزنة. وهكذا. بشكل يعني منظم احنا بنعمله. وهكذا. تلاقي ان يوم ورا يوم ورا يوم معدتك بتقل. وكمان جسمك بيكش. والدهون عما لا تنزل منك. وهكذا. لكن لا في دهون هتسيح. ولا شوية سخنات تحطها على جسمك. فالسخنات دي تدوب الدهون. ما فيش حاجة اسمها كده. ده لو لاحت بقى بيدوب دهون وهو ماشي. كان زمان هدوم وبقعت منه وهكذا. فما فيش حاجة اسمها كده خالص. انا واحد من الناس كنت اعتقد زمان اني انا ممكن اقف قدام سيخ الشاورمة كده ومع السخنية الكرشي سيح وهكذا. طبعا كل الكلام ده ما بيحصلش. وطبعا من اخطر انواع العمليات والليه اعتقد ان هي يعني اختفت دلوقتي. عمليات شفت الدهون. شفت الدهون كان بيحصل مشاكل للناس. هبوط حد في الدورة الدموية وكانوا بيفطلوا حياتهم. والحاجة التانية ان الجسم بيحصل له زي انظار كده. ان الحتة دي تشال منها دهون. اوعى تخزن فيها تاني. وتلاقيه رح تخزن في حتة تانية. تلاقي عدم تناسب في الجسم بعدها على طول. وبعد ما الجسم يهدى تلاقي الدهون طلعت هنا. جسمك انت بوزته تماما. وتلاقي ان الشكل تغير تماما. علشان كده انا بحذر كل الناس اوعى تفتكر ان الموضوع العمليات ده موضوع سهل. الموضوع العمليات ده موضوع خطير. ده حياتي ليكم واستودعكم الله الذي لا تضيع وشكرا لكل الناس اللي بتدعمنا على باتريون. وشكرا لكل الناس اللي انتسبت للقناة لو نفسك تخز. وشكرا لكل الناس اللي كل ما بتشوفنا بتعمل لايك. وبتكتب في التعليقات. والله اني احبكم في الله. السلام عليكم. علشان توصل لانظمة لو نفسك تخز. بكل سهولة ادخل على جوجل واكتب لو نفسك تخز. هيطلع لك كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بلو نفسك تخز. زي قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخز. واللي فيها اكتر من مليون مشترك. وبينزل عليها الانظمة بشكل مستمر مع الشرح الكامل. وكمان فيديوهات تشجيعية يومية. ودي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخز. واللي فيها اكتر من اتنين مليون وسبعمائة الف متابع. وبينزل عليها انظمة لو نفسك تخز. وكمان تشجيع بشكل مستمر ومتابعة مستمرة. وده حساب الرسمي على الانستجرام لي لو نفسك تخز. وده تطبيقنا الرسمي لو نفسك تخز. وده موقعنا الرسمي لي لو نفسك تخز. ودي قناة التليجرام الخاصة بلو نفسك تخز. ودي قناة مطبخ لو نفسك تخز. الخاصة باعداد وصفات الطعام الصحي بشكل عملي وسهل. اما قناة مهندس دايت فهي القناة الخاصة بحياتنا بعد التثبيت. ودي اللي بنشرح فيها نظام التثبيت وما بعد التثبيت وازاي نتشجع علشان نحافظ على رشقتنا ولو حابب تكون داعم لنا في تطوير محتوى لو نفسك تخص فده حسابنا على باتريون